السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة سامية فرحان اليوم ان شاء الله سنشرط معكم واحد من وصفه للتغذية الجلب من المواد الطبيعية نتمنىكم تلقاوها و تندم هي في الاسواق المغربية علاق اللبس و اغلبيتها وشي بارع و الافارقة التي بيعوها نتمنىكم تجربوا الوصفه و الوصفه بوعرة بثاف يلا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتخلوا كمانتر دروا اللايك و اشتركوا هاد الوصفه مع الاصدقاء و الاحباء يلا السلام عليكم اليوم غا نوريكم واحد الكريم اللي ممكن تديره في الدار وهو منعش الجلب و في ناس الوقت بمواد طبيعية اول حاجة غا نستعملو هي بميار الشي بارع اوكي انا اخد منها طولة كأس حيث انا غا نديره كمية قليلة باش ندير كمية قليلة النار وهنا عندي الماء مغلي و حتى علي بول باش نديره باش نديره هاد شي كمية قليلة النار ستحدث هاد الوالكس او لاتكس أحطوه هنا يا سوف نأخذ ما يسمى الكوكو باتر ويفير رحة الشوكولة سوف نضيف المصر حيث كوكوبار شوية قاسة شوية قاسة شوية قاسة اشتركوا في القناة 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 ثم اضبت الزبادي والزيوت سأضعها في الثلاجة حوالي ساعة ثم سأضع الخلاط سأضعها حتى تكون كريمة الآن سأضعها في الثلاجة يلا تقام معي تلمرة ثم سأخرجها ثم سأخرجتها من الثلاجة جربتها لكي نرى كيفية تجان وستيالها أعجبني مزيد كما أريد ثم سأضعها في الثلاجة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 الى في القناة